فار كراي نيو دون تعتبر تكملها في فار كراي فايف فهي ما اختلفتش كتير عنها من جوانب كتيره الجرافيكس والميكانيكس والانشاطة اللي ممكن تعملها في العالم لكن طبعا فيها حاجات جديدة ومختلفة وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده خمس حاجات جديدة او ممكن ما تكونش عارفة في فار كراي نيو دون بس قبل ما نبدأ قولينا انت مين وعايزي اللينك تحت في الدسكريبشن فار كراي فايف اللي استحى فيها كان بنظام الانلوكس ممكن تفتحها بطريتين يا ما تيت الحد مع السلاح ده وتاخده منه يا ما تشتري السلاح بفلوس بتجمعها من المهمات وغيره في نيو دون الموضوع مختلف تماما فبقاش في محلات ممكن تشتري منها وكل حاجة بتعتمد على الكرافتينج فهو كل حاجة في اللعبة واللي بالتالي بيخد الاستكشاف والتجارة في العالم مهم جدا هيا بديل موضي الاركيدي اللي كان موجود في فار كراي فايف وهو شابه شوية لكن الاختلاف انه هو بيفيدك في اللعبة وبيسادك على التقدم وهو بيكون عبارة عن مهمات سمكان ما مش موجود في الخريطة بل بيكون في الخريطة تانية في مكان ما في امريكا بتروحها بطيارة هيليكوبتر المكان بيكون فيه شوية اعداء وتحديات المفروض تعدي منها عشان توصل لشانطة معينة والشانطة دي بيكون موجودة جوا مكان المفروض تقتحمه وبعدين تروح بيها عند مكان الطيارة اللي جابتك للخريطة دي. عشان تاخد لوت ومكافئات. لكن التحدي بقى انك مجرد ما تاخد الشنطة دي بيجي لك كل الاعداء اللي في المكان كله. فلو دخلت بالتخفي هتلاقي وراك ناس كتير بتجري. وهفضلوا يترضوك عشان ما تعرفش تروح للطيارة بسهولة. والاكسيبراشنز دي انت ممكن تعملها قطر من مرة. وكل واحدة بتكون اصعب من قبلها. الاوتبوست حاجة طول عمرها في فار كراي. لكن لاول مرة في فار كراي نيو دون يكون فيها صعوبات مختلفة. ممكن تعيد لعبها بصعوبة اعلى. فممكن بعد ما تحتل اوت بوست تسيبوا دي الاعداء تاني ياخدوه. ولو سيبتوا ليهم هيكون بصعوبة اعلى بعد كده. وهيبقى اصعب انك ترجعه التاني. لكن المكافئات اللي فيها تزيد وهتكون اكتر. ممكن تلعب نفس الاوت بوست اكتر من مرة وكل مرة بصعوبة مختلفة طول ما انت بتسيبوا دي الاعداء يعيدوا تنظيم نفسهم فيه. هي الحاجة اللي بتطولك شخصيتك وبتسمح لك تعمل حاجات اكتر. وده يساعدك في استكشاف اماكن جديدة او انك تبقى اقوى عن طريق انك تشير اسلحة اكتر او طلق زيادة او غيره. ودين من الحاجات اللي دايما موجودة في فار كراي. ممكن تجيبهم عن طريق حاجتين وهي التحديات اللي موجودة في اللعبة بجانب المهمات الرئيسية او فلما تعمل التحديات دي او تلاقي في اللعبة بيجي لك نقطة تعمل بها للشخصية بتاعتك. فيها حاجة تالتة جديدة ممكن تجيب لك نقاط بتاعتك. وهي انقاذ الرهائم من عربية الترحيلات على الطرق. فعربية الترحيلات بيكون معها جنود وصعبة تقتلهم ده غير الدعم اللي بيجي لهم على الطريق. فلو قدرت توقفهم وتقتل السواية وتقتل الجنود وتحرر رهينة وتهرب من الناس اللي جاية تقتلك هجي لك نقطة تايم بها اوبجريد لبيرك من اللي عندك. علعاب كتير من يوبيسوفت زي فار كراي او جوست ريكون او غيرهم بيكون فيها اوتو درايف للعربيات. هو ناك تحدد مكان على الخريطة واستيب الشخصية السوق لوحدها. بس فار كراي نيود وون الموضوع مختلف. لان الاول مرة اوتو درايف هيكون حاجة اساسية مش للتنقل بس. بل لانهاء المهمات كمان. لانه بيسمح لك تدرب العربية بسلاح من غير ما تركز مع السوقة والطريق. وده يفيدك جدا في تحرير الرهائي من عربية الترحيلات. هم همات قصة ضرورية عشان تتقدم في اللعبة. فالاوتو درايف لأول مرة. يبقى حاجة اساسية ومن غيرها مش هينفع تخلص اللعبة. دول كانوا خمس حاجات جديدة اللعبة متاح على بسعر ربعين دوار. كده كون وصلنا هاتي الفيديو بتاعنا. نساقش لو فيديو عجبك اعمل لايك. وتقول لنا انتبهين وعايز ايه? ولا حد الفيديو اللي جاي? سلام.